صحيفة هارتس كشفت عن تمديد الحكومة الإسرائيلية تأجيل التسريح من الخدمة الاحتياطية في الجيش ثلاثة أشهر فيما صرح ضابط كبير في جيش الاحتلال أن الجيش غير مستعد لاستمرار الحرب في غزة وأكد الضابط في منشور على تطبيق تيليجرام أن القوات الإسرائيلية تتجول على الأسطح وقرب النوافذ وداخل المنازل مثل البط في حقل الرماية وأشار إلى أنه لا توجد حماية لقوافلهم العسكرية مضيفا أن هناك أمور لا يوجد فيها استعدادات لقتال جيد في القطاع